لا يزال العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الأكثر خطرا على العاملين في مجال الصحافة والإعلام رغم مرور 17 عاما على إعلان ما سمي بالعراق الجديد قمع يزداد وترهيب قل نظيره بحق أي صوت إعلامي معارض للطبقة السياسية وفسادها وتهديدات من جهات متنفذة تصل إلى حد القتل ظروف أجبرت مئات الصحفيين على مغادرة العراق أما الباقون في الداخل وهم بالمئات فغالبا ما ينشرون ويكتبون بأسماء وهمية خشية استهدافهم بسلاح الميليشيات بينما تقف السلطات الحكومية في خانة المتفرج ولا تسفر التحقيقات التي تعلن عنها الحكومة بشأن استهداف الصحفيين عن أي نتيجة تذكر التشهير والتحريض وغيرها تهم عادة ما تستخدمها السلطات في العراق لإسكات منتقديها من صحفيين وناشطين بحسب تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أما مرصد الحريات الصحفية فقد عدى البيئة المحيطة بعمل الصحفيين العراقيين بيئة صعبة ومعقدة بالنسبة للعاملين في مجال التغطيات الاستقصائية لا سيما بعد رفع قادة الأحزاب السياسية سقف القيود القانونية المفروضة على مصادر المعلومات مستخدمين نفوذهم الأمني والسياسي في إبعاد المراسلين بالقوة عن مواقع النشاط الإعلامي الميداني إدانات واسعة للعنف الممارس بحق الصحفيين ودعوات متكررة للسلطات الحكومية أطلقتها منظمة اليونسكو في وقت سابق للتحقيق في انتهاكات كبيرة شملت الخطفة والقتل والتهديد وبلغت أوجها خلال عامي 2019 و2020 استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم وضع حد لها يطرح تساؤلا بشأن إمكانية خسارة العراق لمقعده في الأمم المتحدة لسيما بعد نيله المرتبة الثالثة عالميا باغتيال الصحفيين وعدم ظهور أي نتيجة للتحقيق في مقتل العشرات منهم منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن ترجمة نانسي قنقر